موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من بيروت اليوم وأستضيف فيها النائب مارك دو والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان دكتور غسان عياش أهلا وسهلا بكم معنا طبعا بدنا نتناول العديد من الملفات الأمنية السياسية المالية أيضا والقضائية بما يحصل أيضا بموضوع حاكم مصرف لبنان رياض سليم رح أبدأ بهذا الموضوع تحديدا دكتور غسان رح أبدأ معك كيف يمكن قراءة ما يحصل من ناحية التوقيت قبل ما نغوص بتفاصيل القديم أنا أبدأ توقيت الخلفيات أنا لا أعرف الخلفيات الحقيقة بس شي غريب تأخير هالملف له هلأ بس أنا اللي فرط لي نظري هو ردة فعل الرأي العام المبالغة بالتفاول إنه هلأ انتهى الفساد ونكمشوا كل اللصوص وإلى آخره وإنه هو الأستاذ رياض سلامي صندوق أسود وهلأ بدأت انفضح كل الأسرار أنا بدي أقول إنه الوضع الحاضر فيه ثلاث قضايا اللي هني مطروحين بقوة وما فيه ترابط بيناتهم إلا إذا شي قاضي أبا ضاي أرر أن يربطون أول وحدة هي ما يقال عن اختلاسات بالبنك المركزي نعم وثاني وحدة هي موضوع الفجوة المالية وخسائر والودايع وثاني وحدة هي الفساد بالإنفاق العام إنه إنه هلأ بدون نعرف كل شي لأنه شو عم بيقولوه أمين أمين صندوق المجموعة إنكمش هو هذا الشيء مش مظهوط رح قلك باختصار يعني بدنا نقول على النقطة اللي لكل عم بيقول إنه هل سيفضح رياض سلامة كل الأشخاص المطورتين بملفات فساد هلأ أنا بعتقد ما بعرف هلأ شو بيين معهم اللي اللي مبين وملموس هو إنه في معاملات صارت مالية كونت أرباح هالأرباح أخدها لحسابه هو سواء بأبتموم ولا كمان بفوري نفس الوضعية يعني حمل عمليات مالية كونت ربح هلأ أنا سمعت عم بيقول هو إنه هولي مش للدولة بدل استشارات استشارات شوه هو بيقبض استشارات 45 مليون دولار بس من جمعات أبتموم وهوني 330 مليون دولار يعني الجواب ضعيف عم بيقول أنا هول مش للدولة طب لمين اللي كان لقايتونوا على الطريق لا إذا هني لمصرف لبنان مفروض يكونوا بعدين طريق تخريجهم بالمحلين عن طريق المحامي وابن أخته وهونيك عن طريق شركة خيو بتدل على أنه مش نضيف العملية بس نحن مثلا هلأ هو بين عيدين القضاء القضاء رح يطرع عليها الأسئلة وهو بيجاوب عليها والقضاء عندنا ملء الثقة مش بكل القضاء بس القاضي حلاوة والقاضي مدعي عام التمييز هولي يعني جماعة مشهود لإنهم قبل ما نغوص بالتفاصيل القضائية مارك حضرتك من المتابعين للملف من الأول مثل ما عم بيقول دكتور غسان أنه البعض كتير متفائل أو التفاقل مبالغ فيه هل أنت متفائل مما يحصل أنا برأيب ينبنى عليه وكمان ديسألك عن موضوع التوقيت أيضا أكيد بالتوقيت فيه تحليل بالسياسة تاني بس أنا برأيب فيما يتعلق اليوم بالملف هيدا مظبوط هو الملف محصور بـ 42 مليون والبرمي اللي نعملت من المحامة ميكتويني للمحامة ماروان عيسى الخوري لحساب الرياض سلامية طلعوا من البنك ورجعوا بس السؤال واللي ركز على الدكتور هو وين مصدر هذه الأموال؟ طلعت من أموال الناس؟ طلعت من العمليات اللي كان عم بيعملها مع أوبتمام وفوري وبتمنى تكون هيك؟ لأنه إذا طلعت من عمليات أوبتمام وفوري والأرجح هو عاملة كنسب من هونيكي ساعتها هيدا بيفتح لنا الباب لمفوت على التحقيق الأساسي يلي هو أوبتمام لأن أوبتمام وفوري هن العملية الكبيرة يلي من خلالها تم تغطية الخسائر بمصرف لبنان ومن خلالها تمت عملية توزيع كل هذه الأموال لإسكاة الآخرين ومبين أنه لأن العملية دقيقة كانت محصورة جدا بشخص مثل المحامي ميكي التويني زماني غلطان كان هو قاعد هو إياه بفرنسا لما كانوا طلاب يعني صديق الطفولة وابن أخته وخيه والناس اللي كانوا حواليه فواضح أنه عملية التبييد والاستلاء على المال العام كانت عم بتتم من خلال فريق كتير دي هلأ لا 42 مليون هولد بيّنوا لأنه مبين أنه بالإضافة للسرقة الكبيرة يلي أنا مأكد فيه كتير روس كبيرة معنية أكتر باللي كان عم بيصير بعملية أوبتموم فري يبدو فتح حسابه كمان هو مش بس بعمليات كبيرة كان عم بيشوف أنه فيه إمكانية ياخد شي منهم فواضح أنه هيدا العملية إن شال الغطب الموضوع لأنه لنتذكر شغلي منها تفصيل راح على التحقيق مفكر أنه العملية تتعلق بأوبتموم راح بلا محامة يعني قد يبدو يكون حدا واسق من حاله وما فرقاني معه القضاء لا يحمل حاله يروح المدعي عام ما معزب حاله ياخد معه محامة حتى تفاجأ بالملفل قدامه ما كان حاضر يجاوب فيها سبتت هذه الشكوك طلع فيه تسلسل واضح عنده نيال عنده يال قاضي بس ليه عم تعتبر بها الطريقة يعني عم تعتبر أنه الحاكم كان مستهتر بالقضاء أو ربما كان وصل له ضمانات معينة أنه مجرد استجواب روتيني يعطينه ضمان فراح إيد لقدام إيد لورا أو هو ما فرقاني معه القضاء رايح يعني اتنين أنتم بوصله إلى نفس النتيجة راح على تحقيق مع مدعي عام دولة بلا محامة بس أنت أول يوم ما كان هيك رأيك أنت أول يوم كنت معتبر أنه هيدا وكأنه مسرحية سياسية لأربعة أيام ويمكن تخلص بالضبط أنا مثل كل اللبنانيين ما حدا كان متوقع أنه يلي قاعد صار له سمتان ما حدا بيقرب صوبه ومع كل الملفات اللي عم تسير وكل التحقيقات اللي عم تسير فجأة منوعة من لقي بالحبس فأكيد أول ردة فاعل عندي كانت بهيدا الموضوع بهيدا الخصوص كلما تبعت أكتر تفاصيل شو عم بيصير وكيف عم بيتطور الوضع أنا برأيي هذه فرصة كرميل ما أقول يعني ما اعتبر المسار جد أنا بعتبر المسار يبنى عليه منو جد بشكل مهائب شجع القضاء لأن القضاء اللي عملوه لحديث هلأ بالمسار الصح مية بالمية والأعلامي يعني من المدعي العام وصولا لقاضي التحقيق هولي مشين مية بالمية طبعا يعني من دايما نسأل علي إبراهيم وين كان كل هالعشر سنين لأنه كان بهيئة التحقيق الخاصة فكمان اللي هي عطت الملف والمعلومات فواضح أنه ادعى فيهم القاضي الحجار مش علي إبراهيم لأنه يمكن علي إبراهيم كان مجغول مش فاضي يدرس الملف لأنه هو يمكن كان بنفس الهيئة اللي بلغت فعلى كلين أنا اللي عم جرّب قوله هلأ أنت عن تظر أنه علي إبراهيم متواطئ أيضا؟ لما هو كان بهيئة التحقيق الخاصة وهيدي المعلومات كانت موجودة حوالته هيئة التحقيق الخاصة ليه مش هو دغر الدعا فيها أو تحرك على أساسها هي بلغتهم إجا القاضي الحجار بس في كتير كتير أمور رجعت بلورت بعد فترة يعني حتى الملف بلورة من بلورة وتحركها من عند غداعون ورحلة عند الحجار كان بعد فيه أمور أيضا منهم بلورة في أكتر من ملف يلي طلع من عند غداعون عموه أبتمم هو أبتمم ملف بانك عودة وملف فوري هؤلاء الثلاثة اللي هي عم تهتم هيدا ما إله علاقة بهؤلاء الثلاثة هيدا ملف تاني كليا إله علاقة بالبلاغي اللي انبعت من مصر في لبنان دغري للقضاء على حساب الاستشارات بالمعاملة هيدا اللي إله علاقة بـ 42 مليون مع السلسلة كيف راحوا من وين فاتوا المصاري فاتوا من عند مروان عيسى الخوري لوين طلعوا المصاري راحوا لعن ميكتوين هيك ركبوا العملية لأنه فيه إجراءات تسجيلات بمصر في لبنان نحن حولنا 42 يعني أنت بتعتبر أنه الحجار بنى ملفه على غير ملف غداعون أنا باعتبر الحجار منه بنى ملفه على أبتمم ما ننسى غدا ما سلمت القاضي غداعون ما سلمت الملف أكشاكر غداعون على طبعا لأنه أنا برأي على اللي عملته كل التركيز بملف أبتمم أكيد لأنه هو أول ما طلع الخبر أنه طلعوا موقفينه على أبتمم وأنا بالتويت اللي عملته حكيت لأنه أنا برأي يلي شتغل جديا على ملف أبتمم هو القاضي غداعون هي اللي شتغلت على هيدا الملف بكل تفاصيل حتى بفوري ما إلو علاقة بالملف اللي عند الخضي لا تبين أنه لا تبين أنه منه مرتبط مباشرة بهذا الملف بتاتا مرتبط بس بالحوالات 42 ملف أبتمم ملف فوري بعضهم منه ندخلين هنا السؤال الكبير أنه مبارح لما القاضي هيلانا اسكندر ما نسمح له مع أنه حق مية بالمية أنه تكون موجودة ضمن التحقيق وتحجج القاضي حلاوي بوقت أنه في بعض الإجراءات بحلوها القضاء لا وقال أن الدولة ممثلة بمحام مصرف لبنان لا يعني الدولة اللبنانية عندها عندها مين بيمثلها بحكم الأنورية بيمثل مصرف لبنان مصرف لبنان لا يمثل كل الدولة اللبنانية ففي فرق وخاصة إذا أموال لمصرف لبنان بيمثلهم مصرف لبنان إذا أموال الخزين العامة لا هؤلاء بيطلعوا من الدولة اللبنانية حساب 34 و63 أنا ألا تسمحي تفضل أكيد أكتر هنتقل عندك تفضل بس لنكمل التوضيح على أنه هذه الأمور متعلقة بهالأموال اللي طلعت بطريقة مش شرعية من مصرف لبنان وراحت لحسابات الحاكم السابق بس هذه لحد هلأ ما بتساعد أبدا على موضوع استرداد الودائع صحيح ملف تاني بس الأهم من هيك أنه ما بيقولوا أنه هو أمين صندوق المنظومة وبالتالي هو صندوق أسود يعني عم يفتكروا أنه نفقات الدولة كلها بتمرق من مصرف لبنان لا هيدا السؤال اللي بدي أسألك يا دكتور غسان يعني اليوم شو دور وزارة المال يعني بكل هذه الفترة كان في ترابط بين مصرف لبنان ووزارة المال على منطقة المسؤولية بأي ملفات وألا يجب أيضا ملاحقة المدراء العامين لوزارة المال بهذه الفترة وزارة بوزارة المصرف لبنان لما بدو يتدخل بالإنفاق العام بيتدخل كمقرد للدولة علما أنه فيه قيود على الإقراض بس هو بعبي الإحسار تبع الدولة اللي رقمه 36 بعبي مصاري بناء لأتفاق مع الدولة بس شو بتعمل فيهم الدولي ما حدا بيش هو بيعرف اللي بتعرف وزارة المالية بس أنا بدي ذكر بأنه وزارة المالية عملت شيء اسمه قطع حساب من سنة 1993 لل2017 تعفي شو يعني هيدا يعني درسوا كل نفقات الدولي بند بند كان إعلامي فاني مشرفة عليها صح هون هيدا هو السندوق الأسود مش بمصرف لبنان مصرف لبنان مسؤول عن ممارسات غير الشرعية ومسؤول عن ضياع الوضيع هيدا يعني برأيك أيضا يجب فتح الملف مع ألام بفني والمرتبطين بوزارة المال بهذه الفترة هو ألام بفني معلومات مفيدة بس هو سلم هذه قصة قطع الحساب سلم لديوان المحاسبة أو الوزير وحول لديوان المحاسبة ومن هيداك الوقت لحد هلأ بعد ما ما إجرنا شيء من دوان المحاسبة اللي بدوا يشوف شو كان الانفاق العام وشو في فوضى شو في زعبرة بدوا يروع على هيدا مش يسأل حاكم مصر في لبنان بيقول له أنا مثلا محاكم مصر في لبنان بيقول له أنا سنة 2013 دينت الدولة عطيتهم مثلا 200 مليار ليرة بس شو عملوا فيهم هم ما بيتدخل ما بيعرف يعني فإذا خلينا نحصر مسؤوليات الحاكم بسلوكه الشخصي ونرجع كمان نحصر صلاحيات مسؤوليات الحاكم بالمشكل الكبير أموال المودعيين يعني بموضوع أموال هناك جزء تاني كمان بمصرف لبنان فيه صندوق أسود وفيه كل اللي صار اليوم مصرف لبنان كان حطلنا 60 مليار دولار بموازنته أنه هيدا أصول أخرى وإنه فعليا خسائر نخبيهم ومصرف لبنان أبتم ومفورين عملوا بمصرف لبنان وصندوق الاستشارات اللي ندفع منه 42 مليون بمصرف لبنان هلأ وين علاقة وزارة المالية في مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان يلي مفروض هو يكون موجود بالمجلس المركزي وعن بوافق على كل هيدا العمليات هلأ في فترة من الزمن ما كان في مفوض حكومة وبالتالي ممكن خلال هيدا الفترة يكون مرة رياض سلامة إشياء إضافية فاليوم التدقيق بمصرف لبنان وبيّنت أنه كل هاي المعطيات بلشنا نبنيها كل لياتنا من وراء التقرير اللي صار من كرول ومن ألفاريز إماريسال بلش يبين معنا ملفات منا فيها التدقيق كامل وكرول والبقيين التدقيق اللي عملوه ما وصل لآخر ولاية الحاكم وصل الحاكم السابق وصل هو لتنين وعشرين ما وصل ل لما سلم هو بشهر سبعة لألفين وثلاتين فأنا برأيي فيه صندوق أسود ما ننسى كمان فيه مسألة بانك أنترا والأساتس اللي عنده إياها الأصول اللي عنده إياها والمؤسسات في عنا الميدل إيست يلي ما كانت موزع أرباح خمسة عشر سنة قررت بنص الأزمة توزع أرباح كرمير لتحرر دولارات بوقتها يتصرف فيهم مصرف لبنان لأنه هو عنده الحصة الأكبر من الأسهم ففي هايدي المؤسسات الخاصة اللي عنده إياها مصرف لبنان يلي بيإدارته بإشرافه كان يستعملهم كسندوق أسود ليمرر هيدا العمليات فأنا برأيي التدقيق اللي بده يصير بده يصير بكل مؤسسات مصرف لبنان شو كان عم بيصير ضمن الصلاحيات اللي عنده إياها حاكم مصرف لبنان غير الوزارة والصرف العام أكتر عن التدقيق اللي عم بيصير قدي اليوم محصور وقدي الأمور الأخرى ممكن تفتح أيضا ملفات ولكن دكتور عياش حضرتك كنت عضو مجلس مركزي بمصرف لبنان لسنة تلاتة وتسعين يعني بهذه الفترة كان عم بي كان في محاولات لتثبيت سعر صرف الليرة أيضا من بعد قبل ما أحكي بموضوع تثبيت سعر صرف الليرة وقدي كان موضوع سليم أو غير سليم قدي بيشارك عضو مجلس مركزي مثل حضرتك بهكذا قرارات قدي معقول أيضا المجلس المركزي يكون مطلع على كل هذه الأموال اللي كانت عم تفوت وتتلع من مصرف لبنان مفروض يكون مطلع على كل شي يعني ما في شي يعني لا يتحمل الحاكم وحده مسؤولية كل هذه الملفات طبعا إلا إذا أخفى عن المجلس المركزي كيف بس حتى ما بيقلهم عن بعض القضايا بس حتى لو أخفى عن المجلس المركزي مفروض يعرفوا بالنتائج يعني بالتقيقة يعني قليلي مثلا عن مجلس مركزي ما بيعرف رصيد العملات الأجنبية بمصرف لبنان أقل شي هذا يعني هون كانت اللعبة الكبيرة اللي روحت الوداية يعني يعني بكرة الخميس سيكون في جلسة سيستمعوا فيها أيضا لمنصورة وشخصين وأيضا المحاميين اللي ذكرناهم حاكمية الحالية ما كانت بعد ذاك الوقت يعني وقت المشاكل لأنه أكتر شي الكارسي وقعت بين 2015 و2020 ويسا منصورة إجابة بعد 2020 نعم مشاناك يعني هني ما كتير بيتحملوا بسئولية أو يقولوا ما بنعرف ما بعرف بس حتى ويسا منصورة وغيره بقولوا أنه كانوا من بعد بالفترة اللي كانوا فيها بالمجلس المركزي كانوا يسجلوا تحفوظات هاي بيعطين مكتيب لوزارة المالية بس بس عم بيحكي على الفترة اللي قبل لا لأ عم بيحكي عن تحفوظات لأ ما عم بيحكي عم بعت المثل يعني هل تسجيل التحفوظات عادة بيكون كافي يعني حتى لو قبل 2020 كان في تسجيل تحفوظات من غير هني بعتوا لوزير المالية رسائل بس أنا اللي عم بقوله قبل هاي المرحلة بال2015 استنفد مصرف لبنان كل احتياطاته الخاصة بالعملات الأجنبية مد إيده على الودائع بمعنى أنه صار الاحتياط يتبعه نيجاتيب هون هالمجلس المركزي ما عارف في هاي الكارسة آخر شي اللي هيدا عملة كارسة لللبنانيين وأكتر من هيك بقالك أبعت الاقتصاد اللبناني من جزوره وكبته بالبحر لأنه انفقدت السقة بالقطاع المصرفي أنا رأيي المجلس المركزي إذا ما بيعرف يوبيا شو عم بيصير مفروض كل ما يعني كل شهر كل شهرين يطلع على رصيد العملات الأجنبية يعني أنا ما إلي مسؤولية بمصرف لبنان بس كنت دايما أمشي وهدري من لوحدة وأسأل العالم يا خي نحنا بنعرف قديش مصرف لبنان عنده احتياطات صار شو أخذ من المصارف لنقدر نعرف قديش المصارف أخذت من ودايعها يعني هاي دي الكارسي الكبرى يعني أنا فصلتم بالأول فيه السلوك الشخصي اللي هلأ عبيدقى فيه ووضح لنا استاذ مارك كتير أمور وفي ناحية تانية هي قصة الوديع والتالت الانفاق العام أنا هون بالانفاق العام بقول هو منه السندوق الأسود لأنه هو بيدين الدولة مصاري بس ما بيعرف شو بيعملوا فيهم طيب مارك اليوم في بكرة في جلسة استجواب ثانية إذا بنا نحكي بمصار قضاء سليم ولكن مارك سوفت معك أيضا بالتفاصيل القضائية طبعا ولكن إذا بنا نحكي بمصار قضاء سليم شو لازم نتوقع بالفترات القادمة خصوصا أنه مثل ما ذكر دكتور عياش أنه في مجلس مركزي أيضا بكل الفترة بين 93 للـ 2020 كان في مجلس مركزي مواكب لكل خطوات المصرف المركزي صحيح كرميل هيك اليوم أنا برأيي الخطوات التالية أول شي في نقابة المحامين ببيروت بعد ما رفعت الحصاني عن المحامين أول خطوة بدأ ترفع الحصاني وأنا مستغرب لي مترددين ملف مثل هذا نقابة لازم تكون راس حربي مش أبدا آخر فريق يلتحق بهذا الموضوع يعني من أول ما طلعوا الأسماء وطلع هذا التحرك ووصلوا للطلب مفروض التحرك يكون فوري وسريع ويفرجوا عن حسم نهائي من دون أي تردد ونقاش وساعات وتقديرات ويصير يصلنا رسائل آه ولأ وشو صار نطرين منه نقرار ونتمنى يعني عنا ثقة من النقيب أنه تكون المسألة حاسمة تانيا البكرة لما يروحوا بيصير نفس الشي اللي صار مع رياض سلامة فيه التحقيق مع قاضي التحقيق مباشرة بالمواجهة وبعدين بيصير في مذكرات توقيف ويجهية للأشخاص المعنيين لهن كمان يبرروا هذه العملية ويقدموا مستندات وبتمنى يكونوا مع محامين كمان لا يقدروا يعملوا هذا الشغل أنا برأيي من هون بتبلش تتوسع لأمور إذا هي بس محصورة بهول الأشخاص لأنه برجع بقول خلانا نطلع من وين انطلقت 42 مليون دولار من وين اجت أساسها لأنه هلأ نحن عارفين كيف برمت من مصر في لبنان لحساب الرياض بس من وين اجت بالأساس قبلها هيدا النقطة الأساسية أنا برأيي المحقق لازم يعملها تاني شي لازم تكون هلينة اسكندر حاضرة وبتصور رح تكون حاضرة بهيدا المنطقة ليه برأيك رفضوا أن تحضر بالأمس هلأ صار في تقديرات وتحليلات رح أفطرد أنه كانت مسألة إجرائية مع أنه كان واضح المادي 16 و18 استشرنا أكتر من قانوني قاله بإجراءات المحقنون بس هي لازم تاخد أيضا كتاب من وزارة العدل هيدا بغض النظر هي حقها مباشرة تكون حاضرة لأنه هيدا دورة تلقائي بس لنفترض أنه في هيدا العقبة يزللت ومشيوا على أساسها بكرة رح يكون في عنا مصرف لبنان رح يكون في عنا الدولة اللبنانية ورح يكون عنا قضي التحقيق ورح يكون في عنا الموجودين بعدين بيصير في المواجهات لكل واحد يأكد على أقوال التاني ويعملوا إلى آخر أنا برأيي من هون بدنا نوصل لخلص قضي التحقيق لا يطلع لقرارة الظنية تبعه ساعتا بيهول الأشخاص أو بالتوسع بالتحقيق أنا الأتمنى يلي كل اللبنانيين اليوم بتصور له المصلحة فيه هو أنه نحنا نروح على أساس من وين يجوا المصاري نفتح حيدا لحساب تبع الاستشارات كله ونجرمه كله حتى لو ما وصل ضغري على أبتمام وفوري بس على الأكيد رح يوصلنا على 20-30 عملية بآخر 15 سنة صايرين بنفس المنطق وبنفس الطريقة هل برأيك الحاكم رح يفضح أسماء رح يحكي عن أشخاص مرتبطين بتعرفي أنا برأيي يمكن حد قدنا يبرد دمته شوية من اللي عملوا باللبنانيين بس أنا اللهممني أكتر هو الحاكم الحالي مع المجلس الحالي المجلس المركزي الحالي اليوم هن ورثانين كل هيدا الاشياء بتشعباتها إذا ما بيضطفوها هلأ بيحملوها هن كيف دلنا طفوها على القضاء مثل ما عملوا هلأ كيف هيئة التحقيق حولت هيدا الملف وبلشنا ب42 أنا برأيي كل شيء تاني خاصة أنه اليوم نحنا في تهديد حقيقي بمسألة الملف التحويل لبنان إلى سوق مالي رمادة بدل تصنيفنا ينتقل من أبيض لرمادة وإن شاء الله ما نصير سوق سوداء بس العملية الفعلية وهون كنت عم تسأليني شو الخلفيات لوصلنا لهم هلأ أنا برأيي فيه اثنان يا أما عم نجي نحنا نفتح هيدا الملف لأنه في حالة ضغطة على الوضع الاقتصادي المالي في لبنان رح تأثر وتنعكس سلبا جدا ونحنا بالكاد مهديين الليرة الدولة عم تجرب تكبر الموازنة لتقدر تصرف شوية أكتر لتقدر تضلم هدي الوضع وبالتالي حسوا أنه لازم نعمل حركة كبيرة عم مسألة مسألة الإصلاحات حركة رياض سلامة توقيفه ولو بهيدا الملف المحدود من دون التوسع فيه ممكن يعمل هالزخم ونقدر نروح نشارع ساعتها الهيئات الدولية نقول لهم لا تصنفونا هلأ لأنه عم ناخد إجراءات جدية وما تبين مؤامرة دولية بتعكسوه علينا خلينا نحن نشتغل شاء الله ممكن يكون هيدا واحد من السيناريوات الثاني ممكن يكون علاقة أكتر بالسياسة يلي هو أنه اليوم وضع حزب الله بجنوب سيء كل العملية اللي صارت ما قدر يعمل ردة فعل جدية على اغتيال فؤاد شكر والتسلسل اللي صار هلأ مع كمان مقتل أو اغتيال ابن خيو مبارح أو قبل مبارح وسموه فقيد مش شهيد وكل هيدا التسلسل يمكن عم نخترع أزمة كبيرة لنلهي الناس عن اللي عم بيصير اليوم بجنوب وعن تصريحات وزير الخارجي وأكيد هلأ رح نوصل لنرجع نحكي فيها فما رح ركز كتير بس بالمسألة الاقتصادية ممكن نكون عم نعمل لهو على هذا الموضوع أو في خيار ثالث يعني يطلع رياض سلقمي كبش محرقة مؤقت ومحدود إذا الهدف سياسي مننا أو في خيار ثالث ووارد يلي هو أنه في قاضي وصلوا ملف مدعي عام جيد شافوا للملف شاف فيه إيداني حركوا للموضوع حرجوا علي إبراهيم يلي ما كان عامل شي بالموضوع ما أخذ لا يدرس الموضوع ضغري تحرك عليه وصل ضغري عند القاضي بلال حلاوي وتحركوا عليه وكل هاتنا منعرف الخلفية السياسية وين هون بتخلص عند علي إبراهيم ولا غيره المهم في القاضي حجار حرج الكل بأنه مشى هذا الملف وسحب فيه وأنا برأيي خلينا نكمل هذا عملية الإحراج وأتمنى يعني يكون في بين القضاة اجتماع حقيقي لأنه اليوم مستقبل البلد المالي والقدرة على المحاسبة موجودة بأروطة أسور العدل يلي عم بيصير بيجبل لبنان يلي عم بيصير ببيروت يلي ممكن يصير بمحلات تانية التعاون مع التحقيقات اللي عم تصير بأوروبا وغيره نحن فينا نعمل كتلة ضغط كتير كبيرة لنسترد أموال للناس حقيقية ونحاسب الناس المسؤولين على الجرائم اللي ارتكبوها بحقنا أنا أعتقد موضوع الودائع لازم يبقى هو الموضوع الأساسي والأسمى هلأ بالنسبة لأنفاق الدولي الانفاق العام الفوضى اللي فيه والزعراني وإلى آخره بيجي بعده بالأهمية بس فيه موضوع كيف راحة الودائع لأن الودائع مننا موجودة وأنه بس لنقول أنه ما يجري هلأ حاليا بالعدلية كتير منيح ولكن ما بيرجع شيء من الودائع وإذا كان بده رجع شيء كل هاي العمليات بس روبا ما خطوة أمام كشف العديد من الملفات الأخرى كل شيء هلأ تحت البحث من هون وبأوروبا ما بيطلع ستمية سبعمية مليون دولار من أصل سبعين مليار دولار أنا برأي هون في معنى نايب كريم ونشيط أنا برأي القضاء مهم بس ما فينا نعتمد على القضاء لوحده بموضوع الودائع الحكومة هي عليها المسؤولية الأولى والأكبر هي لازم تعمل برنامج هي لازم تعمل مشروع هلأ قال طف وشمع ثلاث سنين بعد ما عملوا مشروع يقولون كيف ممكن ترجع الودائع في مشاريع يعني فينا نحكي فيها بالجملة هلأ عم تبحثها الحكومي يعني عن طريق المستشارين هل 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 مشاريع هيده كلها بعدها مبنية مثل أول يوم على شطب الودائع على شطب الودائع إلغاء حقوق المدعين بس ممكن ما في وقت نحكي فيها لا بدنا نحكي بدي أخلص بس بعد من موضوع موضوع استجواب جلسة استجواب الغد قبل ما أخد بريك الدفاع الأبرز اللي عم بيكون عند رياض سلامة أنه هذه الأموال كانت بدل استشارات هل يحق له أن يقوم باستشارات ويقبض هو شخصيا العوز بالله ممنوع أول شي وعلى مدى يستند بالدفاع طبعه والله شوف ما كنت بتوقع الأستاذ رياض سلامي يرتكب هالأغلاط نظرا لزكاة يعني وعبقريته بس يمكن هو يطمن أنه ما في محاسبة في لبنان بيعمل شو بده ما في محاسبة بس أكيد ما له حق بس نشو الاستشارات 45 مليون دولار بيجيب هاريس بتعم الاستشارات يعني بس في نكتة قال شخص بالإذن يعني من أن نسمي قال لما فات الحاكم عند علي إبراهيم فاتح الملاف طلع فيه علي إبراهيم قال له وين زميلك علي إبراهيم قال له ممكن يشتغلوا سواء صح طيب بعد سؤال استاذ دكتور غسان عم نحكي بموضوع حكينا بموضوع الودائع وحكيت بمواضيع اختلاساتنا البنك المركز زي الفجوة المالية بالودائع والفساد بالإنفاق العام بدأ أحكي عن موضوع حفاظ على سعر الصرف أدي هذا الموضوع أيضا كبد خسائر على الدولة اللبنانية وكان خطأ بالماضي الآن أول شيء يعني عم نحكي من 93 أو 94 لا لألفين وتسعة مش المهم كميا بس نعرف قديش انصرف انصرف كتير لا عم بحكي ما مش بالعدد يعني إذا هيك موضوع ممكن يكون حقيقي كان يرفع الفوائد على الليرة اللبنانية منشين الحفاظ على سعر الصرف تأدي هيدا إلى تراجع بالاقتصاد اللبناني بكل القطاعات يعني كتير بس أنا برأي تب ليه بوقتا ما حدا قال إنه هيدا شي خطأ كنا بوقتا عم نتبع أنه عم يكرم الحاكم بكل هيدا الفترة لا مش ممكن للناس يعني لا كان فيه ناس يعترضوا على هيدا السياسة اللي إلى حد ما ارتبط اسمه باسم الرئيس الشهيد رفيق الحريري يعني كان لأسباب أنا في كتاب عملته وراء أسوار مصرف لبنان نائب حاكم يتذكر أنا بعتقد أن تسبيت سعر الصرف بالنسبة لرفيق الحريري وفرحلته كانت شي أساسي يعني أنا أنا بقول فيه عقد صار توسعنا هذا بالحكي بين حافظ الأسد ورفيق الحريري بتعاون أو بالأحرى بمشاركة الياس الهراوي إنه بدك تكون رئيس حكومي بدك تثبت سعر الصرف صار يعمل شو مكان من تسبيت سعر الصرف بس أثرت كثير على الاقتصاد ولكن دمرت الاقتصاد بعد 2015 لما ماعد فيه دولارات عند مصر في البنان واضطر إنه يجه ل السؤال لوديع الناس بالمصارف أنا يعني بآخر مرة شفته فيها لأستاذ رياض قلت له إنه يعني خطأ كبير ما بدي يقول هلأ كلنا صار من قول الليلو بس أنا قلت له خطأ كبير يعني يكون مصري في لبنان عم يلعب دور سوبرمان بيعمل وبيدين وبيثبت السعر الصرف خليهم يروح ويدبروا حالهم إذا ما صلحوا الاقتصاد ما في ليرة سليمة ما بدوا يصلحوا اقتصاد كان عنده المجال إنه يرفض يدين الدولة إنه هون يعني هون بالأم تي في بحب أحكي لأنه سمعنا نظريات كتير يعني إنه هو ما بيقدر إنه بيعتبر موظف عند الدولة أيضا أنا بقول هو مجبور يرفض مش إنه ما بيقدر هو مجبور يرفض مرفوض مجبور يقرد الدولة بس نحن ما عم نحكي عن أقراض الدولة هو جاب وديع الناس حطهم بين إيديه وصار يتدخل بسعر الصرف ولما الدولة بحاجة الدولارات يعطيها أنا ما بعرف شو هالتصرف يعني بس إنه ما بيقدر ممنوع إنه يقدر نبيلا والدليل قبلوا وبعدوا ما تصرفوا مثله هيدا السؤال ليه سبت سعر الصرف من بعد ما استلم هلأ سبت سعر الصرف غير موضوع هلأ عم بيصحبوا دولار من السوق عم بيرجعوا الدولة اللبنانية بتسحب اللبنانية بيجمع أولا يهم بحسابها وبيعلقوا هون يكسار الدولة اللبنانية على الورقة والقلم عندها خمسة مليار دولار تقريبا باللبنانية محجوزين بمصرف لبنان ما قادرة تصرفهم لأنه بيفرض سعر الصرف وعندها قد يفوت دولار بتصرف دولار بتتصرف فيهم فالسقف يلي كان حدده بقاب المصرف يعني فيه حدا يلي كان قادر يعمل لها بجمعات معينة هي اللي مع الكاش بالبلاد يعني البعض بيقول أنه حزب الله عم بيكب أموال أو هو عم بيوقف كب الأموال نحن اللي بهمنا حجم الأموال بيفوت على مصرف لبنان وحجم الأموال اللي بيطلع من مصرف لبنان بالدولار لحديد هلأ مصرف لبنان عم بيقول أنا عم بيزيد الاحتياطات عندي والسبب الأساسي هو أنه الدولة اللبنانية ما عم بيصرف له فما في وزارة اليوم بتروح عن مصرف لبنان تقول له بدي دولار بيقول له خدم ما في بيقول لهم ما في لحدا تانيا مصرف لبنان حاليا وهذا كان بيقدر يعملها رياض سلامة ووحدة من المخالفات الكبيرة هي أنه كان يعطيهم سلف ولما ما قدروا يبيعوا سندات خزينة بالأسواق العالمية إجا هو صار يشتري سندات الخزينة من أموال الموجودة وهذا اللي عمله هو بوقته وصار يشتغل صار يسحب كل هيدا المصاري هو صار يمول الدولة صار هو قوى منهم بالمعادلة المالية بهذا الموضوع فإذا إجا قال أنا بدي أنون لأصرفه الكون كان جبرهم يجتمعوا مجلس النواب لا يعملوا أنون وصارت وقت الفراغ الرئاسي لما كانوا مقاطعين المجلس النيابي لما كان في أنونين بيتعلقوا بيه طبيعي الأموال وتمويل الإرهاب فتح المجلس واجتمع وصوت وخلص بنص الأزمة بوقتها فرياض سلامي كان هو عم يرتكب مخالفات عم يعطل المجلس المركزي بكثير من القرارات وسمعناها من عدد من النواب الحاكم أنه كانوا ياخدوا قرار معين يصرف هو على زوءه بالقرار يقول لهم تقنيا ما كانت تصبط عملناها هيك سمعت من أكتر من حدا أنا سألته نعفو أنا قالولي شو بدك نعمل من روح نشك بمجل الشهور الدولي نحن نواب الحاكم على الحاكم سوف أنتقل إلى فاصل علينا يوم بعدها من تابع ملفات أخرى مشاهدين أن نتابع هذه الحلقة من بيروت اليوم ورحب من جديد بالنائب مارك دو ونائب السابق لحاكم مصرف لبنان دكتور غسان عياش بدك رحب فيكن شكرا كنا نحكي عن موضوع توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سليمة بدأ أن تقل لموضوع آخر شوي بسرعة نتناوله مارك نحكي عن جلسة مجلس الوزراء بالأمس لم تعقد في تحرك للعسكر المتقاعد بموضوع موازنة 2025 كان عندك كتير تعليقات على موازنة 2024 والبعض عم بيقوله أن موازنة 2025 ما كتير رح تفرق عن 2024 بس مليار وستمائة مليون دولار زيادة بالرسوم والجيبية فبدو يجو من جايبت حدا من بلا فيه زيادة طلعت الموازنة من 3 مليار و 200 مليون لل4 مليار و 800 مليون فهيضا الفرق مليار و 600 مليون في زيادة بسنا في تحسينات هيدا أصدنا هلأ وين بدو ينصرفوا إن كان بالتربية إن كان بالصحة بدو يبين وين بدو ينصرفوا بس على الأكيد وهون دعماً لتحرك العسكريين وحتى الأسادزة والقطاع العام ما نزاد بتاتاً أساس الرواتب طبعاً مجمل المبلغ للرواتب تقريباً بقى هو زاده بين 2024 2025 يعني عم بيرجعوا الحكومة تجرب تلعب لعبة يلي هي بدل ما نضمنلن حقوقهم للموظفين بأساس الراتب ونبلش نعلل رواتب عم بيروحوا يرجعوا على الإضافات أو احتياط الموازنة يلي بتصير بتتصرف فيه الحكومة متل ما بدأ بتعمل لهم برنامج إذا بتحضر عشر ساعات بالنهار بعطيك هالقد بتحضر خمسة أيام بالجمعة بعطيك هالقد إذا ما بتفرس بعطيك هالقد إذا بتخلص هالقد معاملات بعطيك هالقد عم بيجربوا نوعاً ما ينتقلوا لهذا الموضوع بس هيدا عم بيغطي شغلة أساسية بعدم الهيكلة ولازم يعرفها الرأي العام اليوم الباقيين بالإدارات يعني بالوزرات بالمؤسسات اللي بيشتغلوا ضمن الوزرات سبع تلاف وخمسمائة موظف من أصل تسعة وعشرين ألف عنا نقص تسعة عشر ألف وستمائة حسب تقرير طلعته رئاسة الحكومة وحضروا مجلس الخدمة المدنية فاليوم عنا نقص كتير كبير خاصة بالفئة التانية فشو عم بيصير عم بيصيروا كل الموظفين بالتكليف يلي بيجي بالتكليف بيصير خايفان يسحبوا منه التكليف إذا ما بيمضي مثل ما بتجي الأوامر تانيا لما يكون في نقص زيادة صاروا عم بيجيبوا ناس توظيف غير شرعي عم بيفوتوهم على الإدارات وهيضا التوظيف الغير شرعي بيجي كاستشارة يعني كيف هلأ عم نحكي عن ملف استشارات رياض سلامة صرنا نوظف ناس استشاريين بيقبضوا على الفاتورة كل آخر شهر فاليوم الدولة فعليا ما عم بيكون فيه قدرة على ضبط عمل الإدارات بموظفين مسؤولين كاملين الصلاحيين يعني نوع من الهيكل الصحيح من هون مشكلة يعني المظاهرة لأن صارت مبارح كتير بمحلة صار لازم يكون فيه إعادة هيكل وعمل جدي من حكومة إلى تلكسين بس بشكياء قال مبارح أنه نحنا بعينيهم لحدا يمثلوا نقدر نتفاوض نحنا وياهم للعسكر المتقاعد ولكن ما بدون يتفاوضوا معنا ما صاروا مفاوضين وثلاث أربع مرات ووعدون من الموازن القبل أنه نحنا رح نعطيكم الاحتياط الإلزامي مرأة السنة ومعطون وهذا اللي صار ولأنه بلشت الحرب عضع الجرح العسكر المتقاعد كله ياتون والعسكر المتقاعد بس لا يعرفوا الناس يعني عم نحكي العميد 600 دولار والجندي 225 دولار وهذا طبعا عم نحكي لأنه العسكر بيتقاعدوا عمر بكير فهن تقريبا 70% من المتقاعدين هؤل الناس اللي قاعدوا يحرصوا بعرسال وعملوا حرب البارد وكانوا بحرب 2006 بجنوب وكل الوقت منتشرين بكل لبنان بكل المناطق هؤل الناس خدموا البلد يعني إذا في حدا عن جد خصص حياته لا يخدم البلد هن على العسكريين والناس اللي كانوا عم بيشتغلوا وهولي ما بيزبطوا حالهم بياخدوا رشاوي هولي ناس كانت عم تشتغل لابسة بدلة عسكرية وعم تتحرك وبالتالي اليوم عن جد في حقوق لهول الناس هيد الموازنة ما اخدتها بعين الاعتبار بعدها ما اعتبرها أنا بدي قطع الأزمة شو بقدر طلع مصاري بنجهم بالحد الأدنى شو بقدر طلع مصاري بعطيهم للي عم بيشتغلوا هلأ مين اللي عم بيشتغلوا هلأ يلا معينينوا ان احنا بالتكليف او الجايبين ان احنا بالفوت والحل ما بيسترجوا يقولوننا لا الحل هو عملية إصلاحية يعني كان لازم اليوم هيد الحكومة تقدم إعادة هيكل للوزرات لا يقدر يصير في عن جد هيكلية واضحة وتبلش تحكي جديا كيف بدي يصير العمل بالوزرات لا يتسبتوا الناس بمحلاتهم ما قدرين يعملوا تعيينات لأنه تصريف أعمال هون منرجع للأزمة الأساسية الأساسية ما في شي بيمشي بالبلد بلا رئيس جمهورية أستاذ دكتور غيز عياش عم بتتابع الموضوع المالي بموضوع الموازنة أنا بدي أقول بدي أكمل مطرح ما وصل لأستاذ مارك أنه مطلوب مخطط لموضوع حل مشكلة التحليم والتربية ومطلوب مخطط لقصة الأزمة المصرفية لأنه هيده بتخلينا نرجع يستعيد إذا أمكن القطاع المصرفي أنه يقدر يستعيد الثقة ومطلوب مخطط لموضوع النازحين السوريين مطلوب عدة مخططات بس الحكومة اللبنانية بالثلاث سنين البقين لحد هلأ ما من يوم اللي عينت الحكومة ما عملتها برامج هذي مفروض حكومة توضع برامج بس الحكومة تعتبر حكومة مستقيلة اليوم حتى معنا رئيس جمهوري أنا هون إلي رأيي يعني أنا بقول بأن هذه الحكومة مقصرة عن واجبيتها لأنه الدستور قال في حال خلوه منصب الرئيسة تنتقل السلطة التنفيذية إلى حكومة فإذا ما أعطاها أي سبب أو مبرر أن تقصر أو أن تتقاعس وأنا بحب وجهة تحيي هون لزميلك اللي منحبه الأستاذ ملحم خلف اللي خي نقول هالاعتصام تبعك من مجلس النواب روح على السراية هونيك عود لأنه حقوق الناس ومعيشة الناس مفروض تتقرر بالسراية يعني طالب يومين بالجمعة بانتخاب رئيس بس باقي الأيام طالب الحكومة تقوم بواجبيتها فأنا ما بعد مفتكر أنا بالنسبة للي عندي ما بتقطع حجة أن حكومة تصريف أعمال ما بتقطع ما في بالاجتهادات في أن حكومة تصريف الأعمال بتقوم بالحد الأدنى بس مفروض تقوم بكل شي واجب ستة دولار المصرفة كل مرة بنحكي فيه شو بيمنع حكومة أن تتدخل بين وزير المالية ونائب حاكم حاكم مصرف البنان بالإنابة ليعملوا شي من العدالة للمودعين بالسعر المصرفة بعدوا لحد هلأ 15 ألف ليرة ووعدوا أكتر شوي بالماضي ما في شي صالح طلبوا أنون لأنه طلبوا أنون وحاولوا يضيفوا هذا الأنون عموازنة 2024 ليحملوا لمصرف للمجلس النيابي أنه نحن كأنه نصوت على الهركة نعم نقال لون هيدا إجراءات مصرفية بين المودعين والمصارف تبعهم وبان المصارف ومصرف لبنان روحوا أنتوا لقوا حل يتناسب إذا راضي المودع يصطفلوا يحلوها بين بعض ما تجوا تحملوا للتشريع للسياسيين للمجلس النيابي أنه هو عم بروح يتدخل بلا خطة مالية لنقلوا لك الدولار بالتسعة وثمانين أو تسعين ألف بدأت فعلك 15 ألف على أي أساس أنا بدي أعمل هذا الموضوع لا لا الـ 15 ألف واقف يعني ما فيهم يفرضوا الـ 15 ألف ومعك اللي عم بيصير اليوم عم بيجي أي حدا مزروق مخنوق عنده عملية مضطر عم بيقولوله بيع لولاراتك وريحنا منك فعليا عم بيصير في ابتزاز لأنه ما في عدل بهذه هذه العدل بدأ انت إلا الموضوع الأمن ما يحصل شوي رأو من بعد الضربة اللي قام فيها حزب الله بإسرائيل ولكن الوضع لا يزال على حاله بالجنوب وحتى عم نشوف شوي تصعيد أكتر من الجانب الإسرائيلي تصريحات لوزيرة الخارجية أيضا عملت خضة خضة بالبلد كيف يمكن قراءة هيدا المشهد اليوم هل رح نوصل لحال مطولة مرتبطين بعدنا بغزة بصراحة يعني فيه تسلسل هيك نقاط عم بيصيروا أحداث إذا واحد بيطلع عليهم بينتبه أنه فيه تراجع كبيرة عند حزب الله أولا ما قدر يعمل عملية رد جدية تانيا إيران ما قدرت وما بدأ تعمل عملية رد بس العملية اللي قام فيها حزب الله كمانا نفست شوي الوضع بلبنان طبعا لأنه هو شال هيدا الهم بمعنى شال هيدا الهم بحديث عن حرب شاملة وغيرها بس واضح أنه هو يعني ضرب نقطة عسكرية مباشرة التزم بهذا الموضوع وتحرك وأنا بصراحة يعني بهمني أنه نحد ونخلص من الحرب نوقف لأننا ما قلنا دخل لا بالإشغال ولا بالإسناد هيدا قرار أخذوا حزب الله وحيدا بس فوق هيدا بعد سلسلة الاختيالات وبعدين سلسلة الاختراقات الأمنية يلي عم تسير بنتفاجأ كمان بمواقف سياسية اليوم الرئيس ميقاتي طلع بعيد الجيش قال بدنا نوسع ونقوي الجيش رجع وزارة الخارجية بتبعد تعميم لكل السفرات من أن نجند 8000 عسكري للجيش اللبناني هاي قبط باط ما رح يعملها الرئيس ميقاتي لحاله بلد تنسيق مع بري ومحزب الله خاصة إذا عم نحكي 8000 عسكري مذكور طبيعا للـ 1701 بد يروحوا عجنوب تانيا بعدين الاجتماع اللي صار مبارح رجع طلع بتقدير ارتجل وزير الخارجية هيك يعني ما بحب مرق له بسات لرئيس الحكومة بس بتصور ما كانوا على نفس الموجة بس اللي قالوا خطير جدا يعني قال أنا بدنا نعمل تفاوض غير مباشر نحنا منقرر مش حزب الله نحنا منمثل الدولة بكل النقاط اللي كان عم بيحكي فيهم عبدالله أبو حبيب واضح الجوهر اللي عم بيفكروا فيه أو اللي عم بيحكوا فيه واللي صار بالنقاشات مع بعض الصفرة والحاضرين هوني بيدل بأنه في حزب الله عم بيقله نتحركوا عملوا شي لأنه الوضع الضاغط علينا بس من الأساس سيد حسن نصر الله قال أنه أي تفاوض رح يصير رح تقوم في الدولة اللونانية أينتا قال ألا بعد عشرة شهر من الحرب لما غير الحديث من سننتصر وندخل إلى الجليل ونحرر الإدس ومنصلي بالإدس صرنا بنمنع العدو من تحقيق انتصارات بعدين صرنا نقف خلف الدولة للتفاوض بعدين صرنا نحنا بتراجع التكتيكي مصلحة لإلنا بس لا هو حكيها لما بدأت لما بدأ الحديث عن مفاوضات أيضا لحل في غزة كانت جريدة الأخبار عاملة حملة على آموس هوكشتين أنه نحنا ما بنحكي معه هيدا استدرجنا وغدر فينا وصدقناه ما بعرف إذا عن جد صدقوا يعني بكون كتير غريب بس أنه صدقوا أنه مات في قد شكر لأنه آموس هوكشتين خبركم خبرية أنه أنا برأيي فيه تراجعات كبيرة إذا هو عم بفاوض مع الرئيس برري ممتاز إذا بيصدقوا الشيطان الأكبر عظيم يوقفوا يعيطولوا هيك يعني بكل اللي عم بيجربوا يعملوا واضح كل هذا التسلسل حتى الرئيس برري باحتفال ذكرى الإمام الصدر قال أنه نحنا خلينا نفصل الرئاسة عن وضع الحرب أو وضع غزة كله هيدا عم بيعطي تلميحات أنه خلينا نأمن مخرج رجعوا طلعوا أكدوا على 1781 والتمسك فيه ركزوا عليه بالري فاليوم بكل هيدا التسلسل واضح مفي تراجع لأنه حديث وزير الخارجي مبارح كان مرتجل لأنه منه موقف الحكومة الرسمية رجع طلع بيان بيقول أنه رئيس الحكومة هو يصرح عن الموقف الرسمية بس الغريب مثلا دايما كان في عندك وزراء يلي هن حدين كتير بالدفاع عن الممانعة وبهيضا المنطقة أو تابعين لحزب الله ما طلعوا تهجموا عليه لعبد الله أبو حبيب ما سمعت تصريحات أنا من الوزير يعني كان في اقتناع اليوم بالـ 1701 من الجميع أنا برأيي صارت الأب طلبات رسمية والإجراء والإجراء لتنفيذه موجود لأنه لما بلشت لما بلشت جبهات المساندة 1701 اللي حزب الله وفق عليه بالـ 2006 كان كم أنا في اعتراض عليه بأول من مين؟ هو يغطلبه منه بس آخر فترة يعني أول ما بلشت جبهات المساندة بتشرين كان في شوية تلغت على موضوع 1701 وإسرائيل ما عم تلتزم فيه ونحن يعني كان بالعلن فيه تمطالبة لأله بس تسمعني ما كان في عمل جد بتنفيذه أكيد بعد عشر تشهر من الحرب أعلنت الحكومة عن رغبتها بتجنيد 8000 عسكرات يعني اليوم العمل برأيك جد للـ 1701 طبعا أمتا أمتا أول مرة بيجتمع رئيس الحكومة مع الكل هلأ فيه بقيلول بيعملوا الهيئات العامة بالأمم المتحدة وغيرهم تجديد اليونيفل قطع آخر مرة عملنا أزمة أنه كيف صلاحيات اليونيفل أن تتحرك بلا تنسي هل مرة ولا حرف بعد شوية بعدنا مجددين الـ 1701 واليونيفل بعد بجمعتين وزير خارجيتنا بيقول لن نقبل بالـ 1701 معدل أنا برأيي هيدا الارتجال اللي طلع من عبد الله أبو حبيب الموقف الرسمي تبع الدولة اليوم ومصلحتنا كلياتنا تطبيق كامل للـ 1701 لأنه الإسرائيلية عم يطالبوا بأكتر منه الإسرائيلية عم يطالبوا 10 كيلومتر مش 3 تطلع تقيد آري الـ 1701 كله هل يمكن تطبيقه كله لا مش بكل تفاصيل ترباعه على 1559 صح صح مش بكل تفاصيل نعم نجب لهم رفيق حريري جديد ما طبق 1559 طار من وراها بس أنا موافق أنه طالب 1559 طار من وراها نعم نجب لهم واحد هلأ يطيرو أنا المنطق اللي عم جرب قوله فيه استراتيجية فتحها حسابه حزب الله إجا قال أنا بعمل جبهة الإسناد بقدر أعمل ردع مع لبنان وبساعد غزة لا ساعد غزة ولا قدر يردع لبنان وهلأ مش قادر يخلص بقياداته ومش بس هاك في كلفة اقتصادية مالية كبيرة كيف رح ينعكس سياسيا برأيك يعني إذا اليوم معتبر أنه حزب الله عم يتراجع إن كان عسكريا أو حتى سياسيا اليوم عم بيوجعه كيف رح ينعكس بالداخل هن بيضربوا هن بيضربوا عسكري نحن منتلقى عسكري على مدنة كل هيدا الضربات فيه أشياء بتوجع أكيد وهي دي يعني ما في حدا ينكرها بس خسار الاقتصادية القدرة على الصمود الآرار السياسي بس كيف رح تنعكس بالسياسي أنا هيدا سؤالي بالسياسي اليوم ما في حل ما في جو دولي داعم لموقف لبنان لأنه كل الجو الدول اللي بيقولوا انتوا شو خسكم روحوا اضبطوا حزب الله لتضبطوا حزب الله المخرج 1700 والجو الدولي هل سيفاوض الدولة أو سيفاوض حزب الله أنا برأيها هي قاموس عم بيفاوض الكل والفرنساوية عم بيفاوضوا الكل ورسائل غير مباشرة عبر بره ومئاته مع حزب الله الكل اللي عم بيفاوض الدولة اللبنانية وخلفها حزب الله وحزب الله قال أنا خلف الدولة اللبنانية دكتور عياش بيظل كل ما يحصل هل تتفائل بتحريك الملف الرئاسي ما انه مهم عند حدا الملف الرئاسي وان كنا عم نشوف بعض التحركات بس ما انه مهم ما بعرف اذا كان بتوقف حرب غزة اذا اذا بتوقف انا بشك يعني وبدوا يبلشوا يعملوا تفاوض على 1700 وواحد بيصير في حاجة لرئيس جمهورية غير هيك انا ما بعتقد مهم عند حدا اذا ما كان مهم عند اللبنانيين زيتون ما رح يكون مهم عند حدا يعني مثل ما ذكر دكتور عياش انه ربما بتصير الحازة لرئيس جمهورية مع 1700 وواحد رح اسأله بغير طريقة انه هل ستكون الرئاسة وال 1700 وواحد ضمن سلة متكاملة ما برأيه هيدا الموضوع رح يصير لانه اليوم الوضع الامني هو الاولوية وواضح يعني اليوم شفنا اللجنة الخمسية ما تحركت وسمعنا كلام بره الرئيس بره وراها مباشرة اجتماع السعودية وراها شو عم بيصير بلبنان ما صار في اجتماعات للخمسية اللي هي مسؤولة عن هيدا الملف وبالتالي انا برأيه مسألة الرئاسة عن جد صارت مفصولة كتير عن هيدا العملية والحل هو بالقوى اللبنانية المعطلة حركة امل وحسب الله يتفضل ويحضروا بالمجلس النيابي نعمل الاجتماع ونبلش ننتخب لحد دي ما يطلع رئيس انما بالنسبة للامريكيين والاخرين اليوم بالمنطقة الهم هو من الحرب ونحن ما بيوقف خطر الحرب على لبنان لانه الحكومة الاسرائيلية يلي مسؤولة عن ابشع ابادات يلي عم نشادة بتاريخ البشرية ما عنده ولا اي تردد وكل يوم تصريحاتهم انه يفتحوا جبهة بلبنان واذا ما فتحوا جبهة يعني بيغزوا يعملوا ضمار شامل بشكل ما نقدر نرجع نرجع نعمر هيدا البلد ونبعث اهله يرجع وعيشه فيه في اشكالية كبيرة بهيدا الموضوع كرمال هيك انا برأيك كرمال هيك اليوم نحن مطلوب نرجع نجي نقول ما في حلول الا من ضمن اطار الدولة والحل هو من خلال الشرعية الدولية والشرعية الدولية الـ 1701 بيعطينا حل الاشتباك وهو المخرج اللائق الوحيد اللي رح يزمط فيه حزب الله بهيدا الموضوع ولا يقدر يزمط بده يعمل شراكة حقية مع اللبنانيين بده يكتشف متل ما هلأ عم يكتشف كل يوم لحالك ما فيك تعمل شي بالبلد شكرا للكم دكتور غسان عياش شكرا للمشاركتك النائب مارك دو شكرا للك مشاهدينا ختام الحلقة شكرا للمتابعة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة